اشتركوا في القناة تسعة وتسعين كولومتر مربع بساكنة تقدر بستاشل آلف نسبة حسب الإحصاء الآخر جماعة التعيم دينا يعني من المكونات الأساسية لها أنها منطقة جبلية بامتياز يعني تتميز بمرتفعة جبلية غطاء نباتي متنوع موارد مائية مهمة بنهاء نهار خاصة نهرواز ورغال معروف على المستوى الوطني الدائم الجريعين كذلك هناك عيون مائية مهمة اللي كتوفار موارد مائية من أجل الشرب وكذلك من أجل الفلاحة المعيشية للساكنة القروية التي يعني تشغل في قطاع الفلاحة جماعة التعيم دينا كذلك تتميز كذلك بمجال منبسط لتقامع لهم مشروع السقي العصري عن طريق السقي بالتنقيط والحمد لله السكان والفلاحين ديال منطقة ولو كينخرطوا في هذا المشاريع وفينخرطوا في التحديث والعصرنا دي القطاع الفلاحي عبر إحداث زراعات لم تكن من قبل عن طريق السقي بطرق عصرية وحديثة ويعني اقتصادية على المستوى الموارد المائية لكي لا يكون هناك تبدير جماعة عمديني كذلك بالخصائص ديالها كذلك أنها كتتوجد حل كارفورز كتتوجد حد الملتقى دي العدة جماعات ترابية أخرى بينها قبيل جماعات عين معطوف على المستوى الجهة الشرق جماعة بوادل جهة الشمال جماعات الغيوة ومركز مدينة تونات مستوى كذلك الغرب جنوبا كذلك هناك جماعات عين عيشة إذن هذا الموقع يجعل جماعة عمديني بين الجماعات التي يعني تحظى بمكانة مهمة النظرا لكي يكون سكان هذه الجماعات الأخرى يعني تلجأ إلى جماعة عمديني في مناسبة عدة من أجل لا تسويق المنتجات الفلاحية لا المرور عبرها من أجل الولوج المانات الأخرى كذلك جماعة عمديني يعني في مرحلات يعني التحول نحو الأفضل إن شاء الله تعالى لما لها من شركات وما لها من مشاريع التي بدأت في تنزيل ليلها وهناك مشاريع أخرى نشغل عليها في إطار التنزيل ليلها إن شاء الله في الأيام أو في الشهر أو في السنوات المقبلة إن شاء الله تعالى وبين أهم هذه المشاريع هناك مشروع الصف الصحي الذي يدخل في إطار اتفاقية تهيئة المركز لاتفاقيات عقدة مع وزارة أعداء التراب وزارة الفلاحة وكذلك وزارة الداخلية هذه الاتفاقيات ضمنت عدة مشاريع بينها مشروع الصف الصحي التي تتقدر الكلفة بثلاثة مليار سنتيم إن شاء الله الفتح الأضريفة سيكون في سبتمبر المقبل الذي يخفف العبء الكبير على الجماعة والذي يقلص من المخاطر البيئية وكذلك يوفر الخدمة مهمة جداً ساكنة من المشاعر الكبرى التي تتربى فيها الحمد لله هي تساعد الشبكة في المنازل في الساكنة خاصة في الدوور وفي القرى البعيدة على المركز الحمد لله المهار المشروع استفدت مجموعة الدوور والدوور الأخرى يتربون بادي إن شاء الله لكي تكون تغطية شاملة لكافة المواطنين كذلك بين المشاريع التي تعرفها جمعة الديونا هو مشروع مركز الصحي بناء مركز الصحي وقعة العلاج التي تبدأ الأشغال فيه مقريب المرش الصفقة تحت المقاول وليتراب إن شاء الله تكون قريب إن شاء الله من المشاريع كذلك هناك بناء دار الشباب كذلك صفقة خدها مقاول وغادي يبدأ لتراب إن شاء الله قريب كذلك هناك قاعة المغطات في الحقيقة هي القاعة المغطات عرف التأخر في الفتح ديالها ولكن الحمد لله الأمور غادي فيما هو أفضل في إطار تجهيز ديالها وخلق واحد جمعية رياضية التي تسير ديالها بتنسيخ مع وزارة التعليم والرياضة وكذلك مع العملاء وبهذا المنظر نشكر السيد العام من صاحب الجال الإقليم السونات لليه كيصهر بكل وطنية وكل تفانية من أجل المساهمة في التنزيل ديالها المشاريع على المستوى الجامعة والمستوى الإقليم ككل كذلك هناك الأشغال الجارية حاليا في الطريق الإقليمي اللي تربط ما بين جماعات عندي وجماعات عين عيشاء 16 كولوميتر اللي غادي يتم تعبيد ديالها الطريق بال طريق التوسع ديالها والتعبيد ديالها بالزلس بالصيغة جيدة إن شاء الله تعالى كذلك هناك أشغال جارية حاليا في مجموعة من دوارين على طريق مسالك كانت مسالك قروية واعرة جدا وبالتالي هناك اللي تربط الآن اللي يخدم فيه لأجل تكون طريق معبدة إن شاء الله تعالى لهذا الضغر وإحنا كنشتغل الآن هناك الشغال وتتبع دو مجموعة من الفتنموية اللي كان حاولوا نطمحوا تكون في إطار اتفاقية الشاركة مع باقي القطاعات الأخرى بحل بناء مسبح رياضي بناء مأوى سياحي في منطقة جبلية في المطبعة الجبلية كان هناك عددات مقترحات من مركب سوسي اقتصادي بالمركز إحداث تزيئتين سكنيتين التبليط دي المسارك الطرقية الفتح دي المجموعة دي المسارك الطرقية إذن هناك أشغال بالموازات حنا كجمعة يعني عدنا آليات دي الشغال بحكم أن المجال ترابي دي الجبعة تعملين هو مجال جبالي بامتياز وثالي عدنا جرفتين وآلي وشاحنات كانت الشغلوه بشكل مصامير في الفاتح والإصلاح دي المسارك الطرقية الوعية جدا لأن الطابع الجبالي الجمعة يقتصد التدخل بشكل مصامير من أجل الإصلاح من أجل الفاتح ومن أجل التاكسية دي المسارك الطرقية بهذا المبارد لابد أن نقدم الشكر وتقدير المجموعة من البرلماني دي الأقليب وخاصة البرلماني الدائرة دي الأنتيسا لحق سي الحاج بوصة بوصوف بين البرلماني الناشطين المستوى للإقليم لكي ترافعوا شكل مصامير ودائما هناك تواصل مصامير ما بين الجماعة وما بين البرلماني وخاصة سي بوصة بوصوف لدائما كي يحاول ما أمكاني باللغ ويوصل ويترافع على المشاعد التنموية ويعلي المشاكل اللي كتعرفها الساكينة وكيعرفها المجال دي الجماعات عمد ينا والحمد لله هناك كنتجاوب ونحن جموعة من المرسلات ونحن جموعة من الإجابات اللي كتجينا من القطاعات الوصية اللي كتكون يعني حافز وكتكون يعني مدياد العون للمؤسسة للجماعة من أجل الموضي قدوم في تنزيل لهذه المشاريع وهذه الإشكالات اللي كتعرفها الجماعة تحال لقد أن نشكر الساكينة لأن الخسيار دي الساكينة لواحد المجلس الجماعي باش يمثلها وباش يترافع للشاعد تنوي دي لها هذا هذا تكليف وقبل أن يكون مع الساكينة ومع الله سبحانه وتعالى إذن هذه أمان رباني سبحانه وتعالى وهذا المنبار نقدم الشكر والتقدير ولكافة للسكان دي لجماعة نساء رجال شباب ونتعهد أمام الله سبحانه وتعالى قبل المواطنين بأن سنكون دائما وفيين وحارصين على هاتي الأمنة لأن هاتي أمنة لابد من نحص عليها والاشتغال بكل وفاء وبكل أمنة وبكل صدق من أجل يعني التجاوب مع المطارب دي الساكينة هلية في الحق لكي لا نكروش لكي لا نبيعوش لوهم لأن المشاكل كثيرة والإمكانيات دي الجامعة أقلية اللي كي تبقى يعني الدور دي الترفوع الدور دي البحث على وسائل الدعم على إمكانيات أخرى خارج الجامعة من أجل يعني التجاوب كذلك من أجل يعني الوجود دي الحلول دي الحلول دي المحل من بعض الإشكالات وبتلي الأمر الحمد لله في أمن اللوح بالرغم الخلافات السياسية اللي كتكون مع بعض الفرقاء ومع بعض المحطات ولكن هذا كيبقى شيء متجاوز لأساس هو الخدمة الصحيح العام ونكونه دائما جندا مجندين وصاحب جل الله نصر الله وإيداه وأن نكون دائما حارسين على التتبع المصامير واليومي والدائم دي الملفات التي تهم التنمية بالجماعة للتذكير كذلك هناك مجموعة من المشاريع التي نهي سترى النور قريبا في المستوى الجماعة هي كذلك هناك الملعب القرب كتجاوب مع الجماعة من أجل إحداث ملعب القرب كذلك الأشغال الجارية من أجل التسوية دي القطع الأرضية التي تكون ملعب دي الكرة القادمة من مواصفة الأولمبية بالمركز وكذلك مقترحات ديال التي تجاوز مع هذه الوزارات القطع الوصي التعليم والرياضة لغادي تكون ثلاثة ملعب القرب أخرى كذلك المستوى صورة للجماعة هناك اتفاق الشركة كذلك مع الجهة من أجل إحداث ملعب القرب كذلك كان تجاو إيجابي وكان الحمد لله اتفاق الشركة بالرغم تأخير ديال تنزيل دياله ولكن الحمد لله نحن مواكبين من أجل يعني الإخراج ديالهم وتنزيل ديالهم في أرض الواقعي كذلك بين المشاريع أن الجماعة بدأت للشغل رصدت اعتمادات مالية من الفائز وتبحث على موارد أخرى وكان تجاوب الحمد لله من أجل إحداث واحد المركب السوسيو الاقتصادي طريق يكون فيه ومرافق أخرى موازية كذلك لدينا الدعم ديال حاضرات السيارة للجماعة عن طريق النقل المدرسي كنا هناك الجماعات تتوفر على أربع وسائل النقل المدرسي وتوصلت وحدها في إطار مبادرة في الشهر الماضية وتستطيع تعمل حاليا الإجراءات من أجل الاقتناء ديال السيارة أخرى عن طريق الاقتناء ديالها طريق ديال النقل وزيسك إذا ديال النقل وزيسك كذلك غادي نستر مقريف هات شهر في الأخر شهر ثمانية شاحنة من أجل الجامعة ديال النفايات في المركز وكذلك الأشغال التي تتمل عليها كذلك في الأشغال ديال الطرقات هادون بين المشاريع كذلك تهيئة ديال المركز اللي بحق كانت شغلوا على واحد المشروع على المشروع ديال السنية ديال الطريق من المركز حتى المدخل رئيسي ديال الجامعة فواد رادار هاد المدخل غادي يكون كعار كذلك إعادة بناء قنطرة اللي غادي المسترة ديال أخدات أشوط وغادي يكون الشيغال عليها قريبا إن شاء الله فهذا الأيام المقبلة وإنما المجميع لحوال كين برمجة ديالها وكين اعتماذة ديالها ونحن بصداد الإسراع يعني البحث عن إمكانيات الإسراع في التنزيل ديالها والبناء ديالها في الحقيقة هي من القناة القديمة جدا في الساوط ربجامعة ومهددة بالنيار هناك ضرورة ملحلة من أجل إعادة يعني البناء ديالها من جديد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر